أستاذ الدوحة قالت البافاري في النهاية للمرة الثانية الأهل المنديالي يقدم عرضاً خيالياً ويخسر مع بطل أوروبا اللي هو هيشوف الماتش معندوش ألأ والعواطف اللي بتاع هيجد فيه وموضات حلوة زي ما بقولك كده المتتابع الشوط الأولاني يفضل أدائك يعمل وبعدين فيه في آخر أربعة أو خمسة عشرين نقلة بتعملهم مع هذا الفريق لا حاجة بتخليه تقول لا الفريق الأهلي لو كان قد قد أدى مجموعة من المباراة الدولية التقيلة ممكن كان يبقى أداء أكثر طموح وهنا أنا عايز أفكر بحاجة يا جماعة هو ده جيل أولاً مشاركات الأهلي في بطولة العالم قبل كده ما فيش حد من اللعبة اللي موجودة معنا اللي بدأت المباراة مبارح كانت موجودة في المشاركات السابقة فبالتالي خلينا نفتكر موانس عادل الطلب في البداية نحن نرجع شوية للورا أنا حرجع شوية أكتر شوية خلينا نفتكر 2005 2005 أول ظهور للأهلي في كأس العالم للأندي رحنا اليابان ورايحين بأمال عريضة جداً والأهلي عامل أعلى المستويات في بطولة أفريقيا وكان الكلام إن احنا هنخطف رجلنا هنخطف رجلنا يومين للطوكي ونجيب الكاس ونيجي ما تتأخروش كله كان رايح يحدوه هذا الأمل أو عنده هذا الاعتقاد رحنا خسرنا من اتحاد جدة بأداء كان ساعتها الأضعف للأهلي في البطولة وخرج الأهلي في المركز السادس لا لعبنا ما تشاهد خسرناه وبعد كده من سيدني اتعلم الأهلي الدرسي خدوا بالكوا ساعتها كان في المجموعة الكبيرة أعضاء الجيل الزهبي بس أنا عايز أأكد لكم على أهمية الخبرة لما تشوفوا إن المجموعة الحالية اللي موجودة من اللعيب عناصر صغيرة وعناصر جديدة وعناصر حديثة المشاركة في البطولات الكبيرة زي دي 2005 بكل العتاولة بتوع الجيل الزهبي خسرنا من اتحاد جدة وخسرنا من سيدني بس تعلمنا درس كبير جداً هو منه قال كده جينا البطولة اللي بعدها قال إيه وإحنا ماشيين سنعود ليظهر الشكل الحقيقي للنادي الله رجع بالدرس اللعيبة تعلمت الدرس اللعيبة استفادت من الموقف اللعيبة بقت عندها خبرات الاحتكاك بمدارس كبيرة مختلفة بهذا الشكل كانت النتيجة أن الأهل في 2006 بقى الثالث العالم وعمل مدهش ده كل الجرائد كل المؤتمرات برشلونة في مؤتمرات المصحفية أنا قلت الكلام ده قبل كده كلهم قالوا اللي قالي كان الأقدر بأنه يلعب النهائي أيوة يعني عطبروا حتى مدرب انترنسيونال اللي كسب البطولة بعد كده أيو وأمام البارس صوته كان قد كده في قط اللبس بعد الماتش قال لهم إحنا إحنا سرقنا الماتش إحنا ما نستحقش نكسب الماتش ده عشان كده دي كورة بيرجحها آآ كابتن حسن مصطفى رجعت لباكو أليساندر باكوكا هو هو اللي عيب الناشئ اللي كانوا بيباهوا بيه العالم كله وهو واقف في السيكس ياردل واحده ما قمش قصيد لأنه راجع من من الخصم حطاه في الجنب سهولة لو لهذا ما كانوش كسب الماتش ده عمل إيه اللي جيل ده بعد كده شفتوا بقى إنجازاته الكبيرة عشان كده جمهورنا لازم يحتضن هذا الجيل لازم يبقى عارف إن دي لعبة بتبدأ مرحلة جديدة جدا هتدعم باستمرار خبراتها أو خبرات عناصرها هتزيد هتتغلب على هذه المواقف عشان ترجع تاني البطولة السنة الجاية إن شاء الله راجع لليابان الآله هيبدأ المحاولة بحثا عن العشرة إن شاء الله يوم الثلاثة عنده مباراة المريخ السوداني في الفائرة في بداية دور المجموعات فهو ده ده الدعم الإجابي المطلوب إزاي نقدر ندعم هذا الجيل من هؤلاء اللعبين عشان يرجعوا صورة الأهل الكبيرة تاني أنا بس برضو عايز أقول إحنا هنلعب على المركز التالت لكن إحنا في الرابع أي إحنا الوقت هي معنا المركز الرابع إنت وبالمراس الاتنين في المركز الرابع واحد هياخد التالت واحد فينا عايز إذن المطس مفتوح على كل احتمالات برضو عشان ما نعودش نقول يعني موسماني يعني عايز يوعد جمهور الأهلي إن بالفوز ياريت كل المداري بيقدر يقول يملك هو يملك إنه يعمل كل اللي عليه بس وريني إيه اللي عملته عشان تفوز بس بالضبط بالضبط إذا شفنا هذا تحقق الفوز هنفرح جدا متحققش الفوز هنحترم نفسنا جدا بس نكون عملنا يعني زي ما بقوله أخذنا بأسباب الاحترام